ماما أهلاً حنين إزايك يا أمر أنا مبسوطة قوي يا ماما أنا جيبت درجات حلوة جداً والمس كانت مبسوطة مني قوي بجد برافو عليك يا حبيبتي أنت شطرة دايماً ومتفوقه بابا لست مجاش يا ماما زمنه جاي دلوقتي اطلعي بقى غيري لبسك على ما يكون جاه وحضر الغداء ونتغدى كلنا مع بعض ده هيبسط قوي أن انت جايبها درجات حلوة أيوة يا ماما وبعدين هوا كان وعدني بمفاجئة أطلع بقى غيري لبسي بسرعة بقى يا ماما قبل ما بابا ييجي ماشي يا أمر السلام عليكم إزايك يا ليلة أهلاً حسام إيه الهدية اللي معاك دي دي الهدية يا ستي اللي وعدت بيها حنين عشان هي متفوقة وممتازة في المدرسة تصدق يا حسام فعلاً هي مستنية الهدية دي طلعت تغير لبسها لما رجعت من المدرسة شيل بقى الهدية دي لما هي تنزل أعملها لها مفاجئة دي هتبسط قوي بابا أهلاً أهلاً حنيني الأمر أنا جبت الدرجات النهار دا حلوة قوي في المدرسة يا بابا فين بقى المفاجئة اللي حضرتك وعدتني بيها طيب يا ستي غمضي عنيك يلا يا ستي فتح عنيك إيه دا؟ بجد يا بابا حضرتك جبت الهدية متشكرة قوي يا ترى فيها إيه؟ افتحيها أنت بقى يا ستي وشوف بنفسك متشكرة قوي يا بابا الآيباد اللي أنا كان نفسي فيه متشكرة قوي حبيبي ربنا يخليك ليا يا بابا أنا بحبك قوي ربنا يخليك ليا أنت حنين بنتي الغال يا حبيبتي يلا يا حنين قتبس المدرسة حبيبتي يلا عشان ما تتأخريش طب يا ماما أنا زعلانة من حاجة في المدرسة فيه بنات كتير بيتكلموا على شكلي في المدرسة ما له شكلك يا أمر ما أنت أمر وجميلة قوي أهو هما هتلاقيهم بس بيغيروا منك عشان أنت مجتهدة وهما فشلين يلا بقى هتتأخري على البس بتاع المدرسة طيب يلا باي باي بقى يا بابا باي باي يا ماما مع السلامة يا حنين معقولة هو في حد بيختار شكله هأكيد البنات دول باباهم ومامتهم مع اللي مهمش الأسلوب الكويس والكلام الكويس معلش بقى يا ليلة هم بنات صغيرين وبيغيروا من بعض يلا المهم أنا همش بقى عشان ما تأخرش على شغلي ولو عايزة أي حاجة كلميني ماشي يا حسين مع السلامة أمشرب كوباية الشاي الحلوة دي قدامي التليفزيون ألو سلام عليكم أستاذة ليلة أيوة أنا خير في حاجة؟ معلش يا والأستاذ حسين تعب شوية في الشغل واتطرينا ننقل المستشفى المستشفى؟ ليلة عايزك تاخذي بالك من حنين بنتي تعرفها قدي أنا بحبها قضي بالك منها يا ليلة حسين ما تسبناش يا حسين بابا حنين النهاردة أول يوم شغلي لي ماشي لو رجعت من المدرسة ولقتيني تأخرت شوية ما تقلقش ماشي يا ماما يلا باي باي حاببتي مع السلامة مع السلامة يا أمر الله يرحمك يا حسين كنت باعتمد عليك في كل حاجة حتى ما كنتش بشتغل ولا بفكر في الفلود أستاذ ليلة خير يا أستاذ أحمد في حاجة؟ كنت عايز أكلم حضرتك في موضوع اتفضل بصراحة أنا معجب بحضرتك جدا وعايز أخطبك بصراحة أنت فجأتني يا أستاذ أحمد بس أنا هاخد رأيي بنتي الأول أنت عندك بنت؟ آه طبعا عندي بنت لازم أخد رأيها الأول عشان هي ملاقش حد غيري في الدنيا طيب هستنى منك الرد بعد إذنك عايز أتكلمك في موضوعي حنين يا أمر فيه واحد زميلي في الشغل محترم قوي اتقدم لي وعايز تجوزني أنا قلت مش هديله رد لأن لما أخد رأيك أنت أنت بنتي الغالية حاببتي هتتجوزي واحد تاني يا ماما غير بابا إحنا محتاجين مصاريف ومحتاجين حد يبقى جنبنا وهو هياخد باله مننا وأنا كمان مش هحتاج أشتغل وهاخد بالي منك طب خلاص يا ماما طالما حضرتك موافقة وشايف أنه إنسان كويس وحيحبنا أنا كمان موافقة قلص أنا هكلمه وأقوله أن أنا موافقة وكمان نحضر نفسنا عشان نروح نعيش في البيت الجديد بتاعه ألو إزايك يا أحمد؟ أهلا أهلا إزايك يا ليلة؟ على فكرة أنا أخدت رأي حنين بنتي وهي موافقة أننا نتجوز طب أنا بصراحة يا ليلة كنت عايزة أطلب منك طلب اتفضل يا أحمد هو ماينفعش حنين تسيبيها عند حد من قريبك أو أي حد عشان نبتدي حياتنا احنا من الأول وما نشغلش بالنا بقى بنتي وطفلة وكده إنت بتقول إيه؟ لأ طبعا بنتي دي أغلى حاجة عندي ومستحيل أسيبها أبدا يا كده يا مش هوافق على الجواز أساسا خلاص خلاص يا ستي مفيش مشكلة تمام كده أنت المفروض تحبها وتعملها زي بنتك لأن دي بنتي آه آه طبعا عندك حق عندك حق أنا فرحانة قوي يا ماما أنا فرحانة قوي يا بابا أحمد أننا عندي أخت جميلة قوي أنا بحبها وهلعب معيها البنتي طلع شبهك يا ليلة بيضوا جميلة وشعرها ملون أي يا بابا فعلا أمور يا قوي أنا بحبها خالص ممكن يا ماما نسميها سندي اسم جميل قوي يا حنين خلاص هنسميها سندي لأ طبعا أنا هسميها فريدة ليه يا بابا أحمد سميها سندي قلت لأ هسميها فريدة خلاص يا حنين اسم فريدة جميل قوي برضو فريدة تعالي لعبي معي في لعبة حلوة قوي على التاب هنلعب أنا وانت مع بعض لا أنا مش هلعب معاك بابا أصلا قال لي ما لعبش معاك عشان أنت مش حلوة وشكلك وحش يا وحش يا وحش يا حنين اللي انت بتقوليه ده أنا هنزل أقول لي ماما ماما فريدة كل شوية تتريق على شكلي يا ماما وأنا متضيق قوي معقولة فريدة اللي انت بتقوليه ده طبعا لا مستحيل فريدة بنتي مؤدبة وجميلة انت بس بتلاقيك كده بتقولي كده عشان انت بتغيري منها أنا هغير منها ليه دي أختي ايه يا أحمد اللي انت بتقوله ده دي أختها وبعدين حنين بتحبها جدا فريدة يا فريدة نعم يا ماما ايه اللي انت بتعمليه ده بتتكلمي على اختك كده ليه انا مش بدايقها يا ماما دي كذابة هي مش بتحبيني عشان انا احلى منها لا يا ماما ما حصلش اعتذر لاختك وبطلي كذب بقولكم ايه انتو الاتنين بناتي مش عايزة دوشة ولا عايزة اخنقات يلا تفضل انتو الاتنين على فوق يا ماما انا مغلدتش فيها خلاص يا حنين مش عايزة كلام كتير عادر يا ماما انا طلع قطي هزاكر ماشي يا حبيبتي وانت يا فريدة انت كمان تلايه على فوق يلا على قطك لا يا ليلة انا خارج انا وفريدة هفسحها شوية طيب كويس خد حنين كمان معيك لا طبعا مش هاخد حنين اخرج معدي ازاي قصدك ايه يا حمد لا يا سيدي ما قصديش حاجة انا خارج هفسح بنتي معقول يا حمد تكون بتفكر التفكير ده دي بنتي ودي مش بنتي ودي بيضة ودي سمرة ايه ده مانين انا خارجة مع بابا هيفسحني بجد طيب انا جاية معاكم لا هو قال هيفسحني الوحدي احنا مش هنقضيك انتي انتي وحشة مما ليه مش بيحبوني هو انا عملت ايه ده انا بحبك قوي يا فريدة عشان انتي اختي صغيرة كده يا بابا احمد مش بتحبوني هو عشان انا لوني كده طب ما انا كان عندي بابايا وكان بيحبني قوي كمان وكان بيفسحني يا حبيبي يا بابا مما ليه بيعملوني كده يا ماما هو انا عملت ايه معلش يا حبيبتي هتلاقي بس فريدة اختك بتهزر معاك لا يا ماما بابا احمد كمان انتي قلتلي انه بيحبني بس يا ماما تصرفاته كلها بتقولي انه مش بيحبني خلص وبيكرهني حانين انتي وفريدة بناتي بحبكم انتو الاتنين زي بعض طب حضرتك شايفة يا ماما بياخد فريدة كل شوية يفسحها وانا بيقول لي لا انا هبقى اخرجك وفسحك هي اللي كدابة هي مش بتحبني عشان أنا شايفة أنا شعر ملون وشكلي جميل وهي مش حلوة ايه يا ليلة فيه ايه بتزعائي كده ليه يا احمد أنا تعبتي من فريدة خالص معقول تكسر الايباد بتاع حنين اختها انتي برضو هتصدق حنين وانا هكذب ليه يا عمو احمد ايوة يا بابا قول لها ان انا ما كسرتوش هي حنين بتقول كده عشان مش بتحبني فريدة اعتزل لاختك انا هجيب لك ايباد تانية حنين ما تزعليش يا ليلة حنين دي كدابة احمد لو سمحت انا ما سمح لكش تقول كده على بنتي وعلى العموم لاتنين بناتي اكيد مش هفضل حد على حد بحبهم لاتنين زي بعض بس سيبني اعلمهم الادب عايزك بقى تجهزي انتي وحنين وتشتروا لبس كويس النهاردة عيد ميلاد روان بنت اختي بجد كل سنة وهي طيبة خلص هنبقى جاهزين ونروح كلنا وانا كمان يا ماما هبقى جاهزة واجي معاكم انا عايزة اخضر عيد ميلاد روان هاخدك معايا ازاي بالمنظر ده ماينفعش طبعا انا هروح انا وماما وفريدة بس ايه يا احمد اللي انت قلته ده لا طبعا حنين هتيجي معنا يا كده يا مش هروح انا وحنين يبقى ما تروحش انت وحنين هروح انا وفريدة بنتي بس ايه يا بابا هروح انا وانت معقول انا تعبت خلاص هو انا يعني عملت ايه كلهم مش بيحبوني انا مش لازم اعيش رايحة فين يا حنين هروح اشتيل شوكولاتة من السوبر ماركت يا ماما تابي حبيبتي ما تتأخريش حاضر ايوه انا استنى اي عربية ووقف قدامها انت يا بنتي وقفة كده ليه قدام العربية ومش سامعة كلاكسات كنت خبطتني وخلاص وريحتني ليه يا بنتي كده وقفة كده ليه وليه بتعملي في نفسك كده انت مش عارفة ان كده حرام يا بنتي وما ينفعش انت مجنونة فين باباك ومامتك بابايا مات ومامتك جوزت واحد تاني ماما بتحبني قوي بس هو مش بيحبني بيحب بنته اكتر مني وكل شوية يقولولي انا مش بيضة انا سامرة انا مش حلوة بالعكس يا بنتي انت جميلة جدا وبعدين يا بنتي محدش بيختار شكله والانسان مش بشكله انت بتعملي ايه انت اخلاقك ايه اكيد ربنا بيعوضك بحاجة احسن وبعدين مفيش فرق لون ابيض اصمر احمر اخضر كل الناس داي بعضها ماما بيعملوني كده بقى يا عم وانا زهقت منهم خالص مع اني شطرة في المدرسة ومقدبة وبحب كل الناس شفت يا بنتي اهونتي مكتهدة في المدرسة يعني عندك حاجة كويسة ممكن تبقي عالمة ممكن تبقي وزيرة ممكن تبقي سفيرة يعني ممكن تبقي حاجة كبيرة وكل الناس تشاور عليك وتقول انك مكتهدة وعظيمة بيتك فين يا بنتي وتعالي وانا وصلك ما انا بيتي هو ده طيب تعالي معايا ايه ده فيه ايه يا أستاذ انا عايز اقولك يا مدام خدي بالك من بنتك شوية ونتوقف قدام العربية ايه معقولة يا حنين يا بنتي ايه اللي انت بتعمليه ده سمحيني يا ماما انا متشكرة لحضرتك جدا سلام عليكم انا زعلانة منك قوي يا حنين بتزعلش مني يا ماما سمحيني كلهم بيعملوني وحش انا زهقت ايه يا ليلة مش جهزة ليه مش احنا اتفقنا هنروح يا دميلاد روان بنت اختي لا طبعا يا روح انا ونت وفريدة وحنين كلنا نروح مع بعض يا مش هروح اه لا انا ماينفعش اخد حنين وانا كمان ماينفعش اروح كفاية عليك فريدة يا ماما تعالي معنا يا ماما الى دميلاد هيبقى حلوة قوي بيكي على فكرة يا ام احمد انا خلط مش هقولك يا بابا انا كان عندي بابا وكان بيحبني وكان بيجيب لي كل حاجة بس هو ميت انت المفروض كنت تتعملني كويس زي بابا بالزبط يلا بينا يا فريدة احنا شكلنا كده هنسمع محاضرة اخر كلام يا ليلة مش جاية لا يا احمد مش جاية لاز يلا بينا يا فريدة باي باي شبتي يا ماما معلش يا حنين يا بنتي انا مضطر استحمل لان انا لو اطلقت منه هياخد فريدة وهيحرمني منها تعالي انا وانتي بقى نخرج اجيب لك ايباد بدل الاتكسر هي شكرا قوي يا ماما استني بقى ما شوف مين الاول الو ايوة ايه بتقول ايه حادثة فريدة بنتي واحمد يا خبر حاضر حاضر للأسف يا مدام الاب مات والبنت حالتها خطيرة جدا بنتي حالتها خطيرة يا خبر واحمد احمد مات فريدة 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 يا بنتي ردي عليها يا دكتور مش بترد علينا ليه يا دلوقتي هتفوق ان شاء الله بس للأسف مش هتقدر تتحرك تاني لان عندها شلل ايه عندها شلل يا خبر حبيبتي يا بنتي كانت حادثة جامدة بعد اذنكم انا زعلانة قوي عشان فريدة يا ماما انا بحبها قوي فريدة ردي عليها سامحيني يا حنين انا ظلمتك وكنت بكذب كتير وربنا عقبني بابايا مات زي باباكي بالزبط وكمان مش هقدر اتحرك تاني انا فعلا كنت زعلانة قوي عشان انتي بتعمليني كده لكن انا بحبك برضو يا فريدة انتي اختي عنين بتحبك يا فريدة بس انتي كنت فهمة غلط كنت عارفة ان انتي دايما بتجدبي ودايما بتقول الباباكي حكاد كدير غلط عشانها ومش بتحبوها عشان هي لونها مختلف عنكم محدش يا بنتي بيقدر يخلق نفسه ولا يختار شكله كل واحد شكله ربنا خلقهوله هو الافضل وهو الاحسن ليه وكلنا حلوين وكل الناس حلوة اهم حاجة الانسان يكون طيب وبيعمل اعمال خير عشان ربنا يرضى عنه يا بنتي عندك حق يا ماما بس انا عرفت الكلام ده متأخر قوي مش هقدر امشي تاني انا هساعدك يا فريدة وهقف جنبك لحد ان شاء الله ما تمشي وتبقى كويسة وتخفي فريدة انا جبتلك الكرسي اللي قلتلك عليه انا مش هقدر اتحرك منها على السرير ومش هقدر اقعد عليه لا مانا سألت الدكتور قال لي ساعديها لحد ما تقدر تعود على الكرسي يلا تعالي انا هسندك لحد ما تعودي عليه هتبقى مفاجأة حلوة قوي لماما ماما غمضة عنيك عندليك مفاجأة حلوة قوي حاضر يا ستي هغمض عيني يا ترى ايه ايه رأيك بقى في المفاجأة دي يا حبيبتي يا حنين دي مفاجأة حلوة قوي انا مبسوطة قوي يا فريدة ان انت قمت من على السرير شايفة يا فريدة حنين اختك بتحبك قد ايه انا اسف قوي يا حنين انا كمان بحبك قوي انت طيبة قوي مع انك ممكن تسيبيني بس انت برضو وقفة جنبي وبتساعديني ما تقوليش الكلام ده بقى خلاص احنا اخوات فعلا اخوات بس انت احسن مني بكتير انتو الاتنين ولادي وانا بحبكم اكتر من الدنيا كلها